في تطور جديد يؤشر على تصعود توتر بين إيران والسعودية أفدت وسائل إعلام إيرانية أن خفر السواحل السعودي فتح النار على قارب صيد إيراني بمياه الخليج مما أدى إلى مقتل أحد الصيادين وقع الحادث يوم الجمعة الماضي بعدها اصطدم قاربان للصيد بسبب الأمواج العالية وحتى الآن لا يوجد رد فعل من الجانب السعودي حيال هذا الحادث وتشهد العلاقات بين البلدين أسوأ حالاتها منذ سنوات وفي الأسبوع الماضي قطعت الرياض ودول عربية أخرى علاقاتها مع قطر مشيرة إلى دعمها لإيران وفي طهران نفسها أدت تفجيرات انتحارية وعمليات إطلاق نار وقعت مؤخرا إلى مقتل 17 شخصا وهما دفعها إلى توجيه أصابع الاتهام للرياض بزعم دعمها المسلحين الإسلاميين الذين ينشطون على أراضيها لكن السعودية تنفي تورطها في مثل تلك الهجمات